عنوانة صدر صفحتها الأولى في عنوينها الصادرة بتاريخ اليوم الثاني جوليا 2022 رياضيات وتقني رياضي واللغات تتصدر البكالوريا إذن الساتذة يطالبون بزيادة أيام التصحيح لضمان حقوق المترشحين علامات ممتازة في مادة مناجمنت لشعب التسيير واقتصاد تكتب الشروق نقلا عن مصادر أفرزت عنها التصحيح الأولي للبكالوريا استعراض عسكري تاريخي تكتب الشروق صدر صفحتها الأولى استعراضات احتفالية غير مسبوقة لجميع القوات الأمنية بالإضافة إلى أن المسرح الرئيسي سيكون عند جامع الجزائر بحضور رئيس تبون بالإضافة إلى مواضيع أخرى المتوسطية تفضح أصاغر الخضر وانتقادات لا ذغاء للناخب قاتل ممرضة بنمسوس يعترف بالجريمة وفي شأن دولي وثيقة المخزن لا أثر لها على موقع لجنتها الدولية من جريدة الشروق اليومي ومقالاتها ومواضيعها صادرة لنهر اليوم اخترنا لكم هذا الموضوع الذي جاء بالتأكيد فيها صفحة رئيسية استعراض عسكري غير مسبوقة لجميع القوات الأمنية المسرح الرئيسي عند جامع الجزائر والفرق الأمنية والحماية ستجوب الشوارع وحدات الجيش والمفرز الخاصة لتأمين الموقع الشرفي ومحيطه بالكامل رسائل قوية لتأكيد الجاهزية وأفض على أي مساس بأمنها القومي والحيوي حيث ضبطت السلطات الجزائرية عقارب ساعتها على توقيت الخامس جويليا حيث سيكون الجزائريون على موعد لإحياء الذكرى الستينية لاسترجاع السيادة الوطنية التي ستكون احتفلاتها هي الأضخم من نوعها منذ الاستقلال من خلال استعراض عسكري للجيش الوطني الشعبي تشارك فيه مختلف القوات المسلحة إلى جانب فرق الشرطة والحماية المدنية إلى آخر المقال الذي تنشر كواليس هذا الاحتفال الشروق في عددها الصادر بتاريخ اليوم إلى موضوع آخر مشاهدين رياضيات وتقني رياضي واللغات تتصدر نتائج البكالوريا حيث تصدرت شعب رياضيات وتقني رياضي ولغات الأجنبية قائمة الشعب التي حققت نتائج جيدة في امتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة بناء على التصحيح الأول في انتظار ما سيسر عنها التصحيحان الثاني والثالث بالمقابل طالب الأساتذة المصححون في مادة العلوم الطبيعية والحياة وزارة التربية الوطنية بتسخير عدد إضافي من المصححين والرفع من عدد أيام التصحيح بسبب كثرة الأوراق الإضافية للمترشحين إلى موضوع آخر المشاهدين بتاريخ اليوم الثاني جويلة الفين واثنين وعشرين تكتبه الشروق منع القوارب والجاتسكي في شواطئ السباحة في عنابة بهدف تفادي الإصابات وعدم إزعاج المصطفين حيث أصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيرايدي بعنابة قرارا يقضي بمنع دخول القوارب والدرجات المائية إلى داخل مناطق السباحة في شواطئ البلدية لتفادي إزعاج المصطفين الذين يقصدون الشواطئ البلدية بغرض الاستمتاع بزرقة البحر وممارسة السباحة خلال موسم الاستياف إلى جريدة أخرى جريدة الشعب التي عنولت صدر صفحتها الأولى رئيس تبون يستعرض سبل توسيع المبادلات مع مصر مكاسب تتحقق والقادم أفضل في عنوين الشعب الصدر بتاريخ اليوم جوجيل يدعو لرص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية أرقام جديدة للمشاركة الجزائرية في الألعاب المتوسطية من جريدة الشعب اخترنا لكم مشاهدين هذا المقال في شأن الاحتفال أو في شأن دولي في المغرب تنتهك الحقوق الاجتماعية بصفة منتظمة الاتحاد الدولي لنقابات العمل يؤكد أنه المغرب يعد من البلدان التي تنتهك فيها الحقوق بصفة منتظمة وفق ما ورد في تقرير للمؤتمر الحقوقي لسنة 2022 عفوا فإن شركتين أجنبيتين تعملان في المغرب تنتهي كان بشكل فاضح حقوق العاملين بها وهما شركتان الاستشارة بالهاتف أو ما يعرف بمركز للاتصال إلى جريدة البلاد الصادرة بتاريخ اليوم مشاهدين والتي عنوانت صدر صفحتها الأولى بمواضيعها الجزائريون يترقبون أضخم استعراض عسكر يبعاد استراتيجية كبرى في احتفالات ستنية الاستقلال البرلمان الإسباني استعجل تصحيح أخطاء سانشاز حصيلة تاريخية من الذهاب للجزائر في الألعاب المتوسطية من البلاد اخترنا لكم مشاهدين هذا المقال أضخم استعراض عسكري في تاريخ الجزائر عادت إليها البلاد مفصلا في عددها الصادر بتاريخ اليوم جريدة الخبر مشاهدين هي الأخرى عنوانت صدر صفحتها الأولى أبرز رسائل استعراض الخامس جوليا العسكري ارفقت ذلك بصورة للجيش الوطني الشعبي ومقاتلات من الجو الجزائرية وشعار الاحتفال بعيد الاستقلال هذه السنة محادثات جزائرية مصرية حول القمة العربية الجوية الجزائرية نحو طي ملف كورونا نهائيا الذكرى الستين للإستقلال واجب الذاكرة والوفاء نذهب مشاهدين إلى أخبار اليوم الآن التي عنوانت صدر صفحتها الأولى رئيس سبون يشارك في مؤتمر شرم الشيخ رئيس الجمهورية يستقبل مديرة شركة أمريكية تدرس خيارات جديدة للمستثمرين في أوروبا هل ترفع الجزائر للمشترين عفوا في أوروبا هل ترفع الجزائر سعر الغاز إنتاج الجزائر من البترول سيرتفع ب16 ألف برميل يوميا غلق وتحويل حركة المرور بالعاصمة إلى غاية السادس جوليا نذهب الآن مشاهدين إلى الجرائد الدولية جريدة The Financial Times الصادرة بتاريخ اليوم عادت إلى أهم مشاكل شركة جوجل التي أعلنت إغلاقها لثغرة البيانات وفق مخاوف بإجهاض هذا القرار بالإضافة إلى مواضيع أخرى تقرأونها في عدد اليوم جريدة Le Monde الفرنسية الصادرة بتاريخ اليوم عادت إلى الانتخابات التشريعية في فرنسا بالإضافة إلى مواضيع أخرى كان هذا كل شيء بالنسبة لمعرض الصحافة لنهر اليوم دمتم في سلام وأمان إلى اللقاء